ومن القصة دي كلها أو من الموضوع ده كله ممكن نروح لنقطة مهمة قصة إن مفيش حاجة اسمها أصل الموضوع توليت اللي أقولك تستوليت مش حاجة اسمها كده خالص أو صعب أو خلاص أصل لا الوقت عدة كل دي كلام بيقولوا الناس الانهزامية في حياتها يعني لما تلاقي شخص بيتكلم باللغة دي دايما أعرف أنه هو شخص انهزامي يا ما عرفش حقق حلمه أو ما سعاش بشكل كبير أنه حقق حلمه أو وقف في نص الطريق وهو رايح لحلمه هي حاجة كده فالناس دي هي بتتكلم دايما عن تجربتها تجربتها مش معنى أن هي لازم تبقى تجربتي على فكرة أنت وقفت بحققتش حلمك في نص الطريق أنا أقدر أكمل هي دي كل النقطة فعادي شوف أنت من 2015 ل2023 داخل تقريبا في عشر سنين لكن وثق في نفسه قالك أنا حقدر وعشانه عنده حلم بيشتغل على الحلم ده من دلوقتي وعلى فكرة حتى لو محققش يا كريم أي ميدالية فيه أو الأولمبياد أنا بشوف تأهله مرة تانية أصلا ده في حد ذاته نجاح كبير جدا ودهنا فعلا درس كبير جدا إنه ما فيش حاجة اسمها خلاص الوقت عاد الوقت عمره ما بيعادي إحنا اللي بنقرر إمتى عايزين الوقت يعادي أو لا فبجد نموذج وأسطورة فعلا زي كان أستاذ إبراهيم بيقول لنا يعني لأنه هو أعاد إحياء مرة تانية حرجع أقول الأولمبياد وفكرة أصلا مشاركة مصر والحصول على ميداليات مرة تانية أصلا 2004 كنا من سنة تقريبا حاجة واربعين لو أنا مش غلطانا تمانية واربعين ما حصلناش أصلا على أي ميدالية فبجد شيء كان مشارف جدا لو كان واحد زي كرم جابر استجاب للمعوقات أو لتكسير المأديف أي أن كان شكله ما كانش حيبه هو كرم جابر نفس الكلام بحزفيره ينطبخ على حد زي محمد صلاح لو كان برضو ساب نفسه لله صعب يا عم وبعيد أوي لكي جابر ما كانش بقى هو محمد صلاح وما لهم ملهمين ليه لما منتكلم عنهم منتكلم عنهم كأيقونات ملهمة للآخرين فياريت نتعلم منهم يعني التفاصيل دي لأن أكيد هتفرق معنا كلنا في حياتنا فعالوا بقى نروح لخبر آخر خبر حلو برضو اختتمت فعاليات بطولة العالم للفادل للناشئين ونجحة ناشئات منتخب مصر في الدخول وسط مجموعة العشر الكبار في هذه الرياضة في ترتيب البطولة فأول مشاركة ليهم على الإطلاق في حين أن فريق الناشئين حقق المركز التربتاشر تعالوا نرجع للناشئات مرة تانية يعني حققت ناشئات منتخب مصر المركز التاسع بعد الفوز على منتخب باراجوي في مباراة تحديد المراكز وحققوا بكده إنجاز تاريخي في المشاركة الأولى ليهم على الإطلاق في بطولة كأس العالم الجديد بالذكر أن رياضة الفادل من الرياضات اللي ابتدت وانتشرت سريعا جدا وبقالها الحقيقة قاعدة جمهرية كبيرة في كل الأندية وأظن إنها إن شاء الله خلال كم سنة هتتنقل في مصر نقلة تانية خارص